حضرتك لأكتر وأهمية استمرار هذه المؤتمرات في عرض كل ما هو جديد بالنسبة للمصريين بالخارج والوقوف على آخر المشكلات والتحديات وفي نفس الوقت يعني الأهداف من استمرار هذا المؤتمر والعوايد اللي بتعود على البلد من هذه المؤتمرات هو حضرتك المؤتمر مهم جدا زي ما حضرتك قلتي أنه بيخلي كل المقيمين في الخارج سواء مهاجر أو بيعمل في الخارج up to date مع الانفورميشن والحاجات الجديدة اللي البلد بتعملها وبيوضح الصور وبياخد صورة سليمة ولكن اللي أنا بقوله أنا بشكر الدولة جدا أنها بتعمل كل المجهود ده علشان تعرفنا وتورينا ايه التقدم اللي البلد عاملها لكن اللي بصراحة اللي مفروض يكون إحنا علينا مسؤولية للبلد إحنا علينا دين للبلد ولازم نرد الدين ده لازم إحنا نعمل حاجة مش بس نيجي علشان ناخد من البلد لأ نيجي علشان ندي البلد النهاردة الحمد لله أنا كنت جاب مشروع كبير بتاعة تطوير التعليم فخامت الرئيس السيسي ربنا يبريك له طبعا لأنه في 2017 عمل إنيشياتيف قال تطوير التعليم تطوير التعليم ده موضوع مش بسيط ده جريء جدا وقوي جدا ونتجته ما تبنشي إلا بعد فترة فده يدل على أن هذا الإنسان ما بيعملوش علشان منصب سياسي بيعملو علشان فعن إخلاص البلد كان واجبنا كمجلس مصري أمريكي أن احنا نساعد في تطوير التعليم حضرتك ما شو الله خبير في هذا المجال أنا حريكي استشاري دولي لست دول 15 جمعة ودمي كل من مصر فعايز أدي مصر كل التعليم لمصر وخاصة زي ما اليونيسكو قال قال أن أحسن تعليم قبل الجامعي في أوروبا إنما التعليم الجامعي في أمريكا وعشان كده مصر ما اعتمد دلوقتي وشغالنا بيه فإحنا قلنا هنساعد في تطوير التعليم ده وجينا ودرسنا كل حاجة واللي حضرتك يعني يفرحنا إن في بعض الخبرة الغير مصريين أمريكان غير مصريين تطوعوا معنا إن هم يشتغلوا كل اللي بيعملوا طبعا ده طبوعي بيعمل كل ده طوعي في المشروع اللي حضرتك مقدر ده مشروع كبير عايز أعرف أهم ملامح المشروع ده يا دول أهم ملامح تطويري لهيئة قومية للجودة محتاجة تتطور الجودة الخاصة بالجميع أيوان اللي بتعمل فيه حاجة مهمة جدا حديقي ممكن أكيد عارفاها التعليم عن البعض ابتدى سنة 1894 يعني بقلوا 129 سنة النهاردة مصر لسه مش معتمدة بالرغم إن احنا عندنا عملوا الانتساب الانتساب ده يعتبر تعليم مفتوح وعملوا الجامعة المفتوحة بس حاولوا يعملوها بنظام غير النظام الدولي بتاع التعليم عن بعض فعشان كده ما نجحتش فإحنا عايزين إحنا جبنا منحة منحة كبيرة لإنشاء نظام التعليم عن بعض في مصر ده حاجة التيتشرز ليسن رخصة للأستاذ مش كل واحد يطلع من الجامعة ينفع يشتغل المدرس لأن ده حاجة كتير جدا مدرس في المدارس يعني حضرتك هو أهم حاجة بتاع المدارس الجامعي مش شرط بس بتاع المدرسة لازم يكون معها بيقولوا عليه الرخصة يعني بيمر أولاً بعد الجامعة بعد خلص البكاريوس مفروض كمان بياخد سنتين بيمعادلوا ماجستير وبعدين بيخش ياخد اختبارات تشوف إمكانياته الفكرية والزهنية يعني حاليك انتشاب فيه ناس لهم ميول كتيرة جداً 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 الميول ديت ممكن تكون متطرفة فهده يعكس على الولاد فالحاجات دي كلها تبقى ممنوعة طبعاً يا ضغط المعلم جزء أساس في العليات تعليمية يعني كنت في منتهى السعادة إن لقيت معالي الوزير رضا وزير التربية والتعليم قال احنا هنعمل الرخصة ده أولاً غير التعليم عن البعض كمان اليونيسكو قال أو مش اليونيسكو يعني أخيراً نقول بلاش نقول أسامي التقرير الدولية قالت إن للأسف دول العالم التالت خاصة مصر خمسة في المئة فقط منها عندهم فكرة عن الكريت أورسيس منوسعات المعتمد الأمريكية واحد في المئة من الهيئة المساعدة عندهم فكرة وبالتالي ما فيش جماعات من بره تحب تتعامل مع مصر